طيب دا كان هذا أو هذه النقطة السخيفة في تزييف التاريخ لكن تبقى ضربة البداية مقالي وما قالوا شكرا دولة رئيس الوزراء الاسبوع اللي قبل حلقة اللي قبل اللي فاتت فاكرين لما كان المشجع البرازيلي اللي جاي يعمل ترانزيت في القاهرة لمدة يومه هو القائد بتاع مشجع البرازيل في كاس العالم عمل ترانزيت يوم في القاهرة كلم الشاب الأهلاوي الجميل إسلام عثمان اللي كان مختار من قبل اللجنة المنظمة كأحد قادة الجماهير في كاس العالم لولا أن الظروف عملوا هنا في إحدى شركات البترول حال دون سفروا لكن إسلام عثمان استقبل المشجع البرازيلي اللي كان يهتم أن يروح يزور النادي الأهلي ويزور الأهرامات وفي المداخلة مع إسلام عثمان كواحد مختار من قبل اللجنة المنظمة في البطولة تمنى حاجة عرف أنها موجودة للدول المحيطة بالدوحة أو بقطر أنه عاملين تسهيلات علشان تدخل مثلا السعودية أو تدخل عمان أو تدخل إمارات أو تدخل سلطنة عمان يكفي أن أنت يكون معاك الفان أيدي البطاقة بتاعة الجمهور بحيث يدي حرية للجماهير اللي ممكن ما تلاقيش مكان في الدوحة تنزل تقيم في البحرين تقيم في السعودية تقيم في دبي أو تعمل سياحة في أي حتة وتروح على المطشات وما كانتش صعبة أبدا لأنه حتى في روسيا في 2018 كنا موجودين في الشيشان وبنسافر بالطيارة لسان بيترس بيرج أو موسكوة أو أي مدينة روسية فيها المباريات ساعتين ثلاثة بالطيارة فالمستوحى بنفس الفكرة أنه ليه ما نستغلش ده ونسهل مهمة وفود كاس العالم أنه يجو مصر في خلال الفترة نشوف إسلام عثمان وتعليق المهندس عادلي كان إيه ساعتها واللي تم إيه وفي قطر الكارت اللي هو زي الفان اي دي عندنا اسمه كارت هايا ده بعض الدول زي السعودية مثلا عملت إيه قالت والله اللي مع الكارت ده اللي مع البطاقة بتاعت مشجعين دي وداخل قطر ممكن يجي عندنا من غير ما يعمل تأشيرة مسبقة ومن غير ما يعمل الإجراءات اللي بتتعامل دي كلها ويدخل يعمل عمرة يعمل سياحة يعمل كذا دول زي عمان كذا دولة من الدول بتاعة الخليج فنتمنى أن احنا يعني حاجات زي دي دي تستخدم تنشيط قوي جدا طبعا طيب اتقال هذا الكلام وتمننا أنه ده يكون فيه قرار فاتت بالضبط أسبوع وفي استجابة مشكورة بس أنت ما وصقتش ومسؤولة ما وصقتش أنه احنا قلنا كذا احنا بقيت الحالة تعقيبا على كلام إسلام لكن المخرج بخل عليك بداية لا ده هو ده المهم مش الكلام ده انك انت الانطلاق المناشدة والفكرة كانت من هذا البرنامج الحمد لله فما ما عرفش كيف فات على السيد الجميل المخرج ان يوصقها للمسا استكمال الفقرة تعقبنا كان على كلام إسلام عثمان ان احنا بنتمنى انه ده يحصل تمننا وبالفعل مشكورا اعلن دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اعتماد المجلس تسهيلات تأشير الدكور إلى مصر لحاملي كارت المشجع شايفين ده القرار بتاع رئيس الوزراء اعفاء من رسوم التأشيرة مجلس الوزراء المصري يصدر قرارا بشأن مشجع كأس العالم وقال القرار انه خلال الفترة من عشرين حداشر حتى تمنتاشر اتناشر عشرين اتنين وعشرين وذلك اسوة بما تم خلال فترة استئناف الحركة السياحية اثناء جائحة كورونا من تطبيق نظام الاعفاء من رسوم التأشيرات للسائحين للوافدين للمقاصد السياحية المصرية يأتي ذلك في اطار استفادة مصر من هذا الحدث العالمي للترويج للسياحة المصرية وفي هذا الصدد قامت وزارة السياحة والاثار بعدد من الاجراءات من ضمنها التعميم للمنشآت الفندقية في الغرداء وشرم الشيخ لتقديم نسبة خصم على اسعار الاقامة المعلنة اونلاين لمشجع كأس العالم حامل بطاقة المشجع هي بالاضافة الى بعض الاجراءات التنسيقية التي ما زالت قائمة سواء من حيث التنسيق بين وزارة الطيران المدني وشركة ايركايرو ومصر الطيران وشركات الطيران العاملة في منطقة الخليج العربي او توفير كافة اوجه المساندة في اصدار الترخيص والموافقات اللازمة بما يسمح لهم بزيادة الطاقة الجوية الناقلة وعدد الرحلات المشغلة من الدول العربية المجاورة الى مصر فين بقيت الخبر واستغلال هذا الاجراء في الترويج السياحي وزيارة المقاصد السياحية بقدر الامكان ده اللي همنا فأي أكثر حاجة يعني ومؤكد ده اللي حيحصل اللي بيكتبوا الأخبار يا سيد زبراهيم هو لا ده الصادر عن مجلس الوزراء ده تفسير الخبر الصادر عن مجلس الوزراء كويس 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 انت عايزي بقى اضافته اضافته اللي احنا نشدنا به نكون فرصة للترويج السياحي طيب ما هو ده اللي تم ده اللي تم قالك أنا تم التعميم على كل الفنادق السياحية لا تدي تسليلات في شرب تدي تخفضات مش ده مش ده مش ده مش ده فين بقى ان أنا وانا في المناطق القريبة دي اعمل برامج لزيارة المناطق السياحية اللي لما تروح اه يعني انت بتطالب تنشيط السياحة مروح هتعمل كده يا سيد زبراهيم هي دي الفايدة الحقيقية اه هو انا لما اكون في الغرداء اروح اصوان ولا اروح لقصر ولا ولا تعمل كروز يوم وارجع هارجع تاني يومنا وعيلتي تاني سنة وثالث سنة وربع سنة والناس تروح في خلال هذا الحدث ارجو نيتم مؤكد ده بيتم بس طريقة الاعلام والتسويق لهذه الاحداث زي بالضبط هنا البرنامج يعلق نقوم نجيب كلام بدون تعليق تعليق ان احنا قلناه بالطريقة دي ان فرصة وخصوصا لما شفنا هذا المشجع واقفوا الهرم وراه قلنا ايه ده هو دي صورة لازم تنتشر كل المشجعين اللي خشوا مصر لازم صورهم تتصدر الاغلفة وان في مقاصد سياحية حقية هو ده هو ده استاذ ابراهيم المكسب اللي قدامه بتدي تخفضات تاخد من وراه عوائد ده ايه هو اللي انت ما ايه يعني ترانزيت لا ما اعملناش حاجة لا هو انت تيجي تقيم يعني هي الفكرة تعرف انه كل الساذ ابراهيم صدقني ما لم يتم هذا يبقى احنا ضيعنا فوصة ده لك حاجة هو برضو المشجع اللي جاي كاس العالم واخد قراره ومنسق اموره بدري فاتمنى ان تكون هاي التنشيط السياحة بدري وما كويس انه هم فتحين الحاجز اونلاين ومدين التخفضات للحجوزات الانلاين في ناس كدير هتغير لكنه من بدري كان يكون ده مخطط يا سيدي اه ان تأتي متأخرا اقدر من قلة تأتي اه دي حاجة نمر اتنين ان يسير الحدث ولادنا بقى اللي هما ما رحوش سافروا دول مرافقين دول هم دول خير دول عندهم اعداد انه تم انتقائهم بعناية ان يكونوا مرافقين في قطر طيما يكونوا مرافقين للوفود دي هنا في مصر خد الموضوع بشكل متكامل عشان نقدر نخرج منه بالفايدة الطبعية المنطقية اللي اي حد يعني يتمنى طيب الحياة الافتة كمان كانت رائعة جدا من الجماهير العربية المقيمة في الدوح بقيت العرب اللي في قطر وكانت الغلبية منهم مصريين سمعت كتير منهم قال لك احنا كنا مستعدين وبنتمنى ان منتخب مصر يكون موجود فنستمتع وندعمه اما وانه ما تأهلش لموا بعض مع كل الوفود العربية وعملوا منتخب المشجعين العرب تجمع كامل بين كل الوفود العربية المقيمة من جماهير في قطر بحيث ان هذه الجماهير تم لمدرجات الملاعب في اي مباراة يلعبها اي منتخب عربي تكون في مسندة السعودية تكون في مسندة قطر تكون في مسندة المغرب وتساند تونس كل المنتخبات العربية الشقيقة المشاركة يكون خلفها وفي ظهرها الجمهور العربي هنشوف في هذا الفيديو اول تجمع لهذه الجماهير في مدرج تمتخيليننا دي جماهير 21 دولة عربية في قطر أستاذ ابراهيم لأول مرة أرى نواة حقيقية لجميع العربية بانطلاقة شعبية تلقائية هذا هو المعنى الحقيقي للرياضة عندما نقول أن الرياضة تجمعنا لا تفرقنا فرائع هذا المشهد ويا رب يكبر ويكبر ويكبر لما نشوف الوطن العربي كله شعب واحد نتمنى دا لأن الحقيقة دي لفتة كانت رائعة جدا من الجماهير العربية اللي موجودة كلها ممكن هنحس بيها ان شاء الله في مباريات المنتخبات العربية بالمناسبة سنوهرين سواء السعودية أو تونس أو المغرب أو قطر كمان اللي محتاجة كل هذه المساندة ترجمة نانسي قنقر